على قوارب متهالكة يفرون من أراكان يفرون من السجن الكبير من القتل والحرق والسجن وكل صنوف الاضطهاد يفرون باحثين عن الأمل عن النجاة عن الحياة ولكن الحياة القاسية تسلمهم ضحايا لتجار البشر لتبدأ رحلة أخرى من العذاب الوحشي الذي لا ينتهي قد ينتهي بالموت غرقا في ظلمات المحيط وربما داخل مقابر جماعية تعلن السلطات في تايلند عن اكتشافها وحين ترفض دول أخرى استقبال قواربهم تظل حيرا لأيام وأسابيع تتلاطمها الأمواج من كل جانب وكأنها توابيت عائمة تظل تتهادى بلا قرار يصيحون ويستغيفون يستصرخون ضمير الإنسان يستجدون رحمة الزمان ينتظرون وقفة الدول والشعوب يترقبون يدًا حانية تمتد إليهم من بني الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر